إذن مشاهدين يزداد المشهد السوداني تعقيدا يوما بعد يوم فبين تطورات ميدانية وتبادل للسيطرة على أجزاء من أراضي البلاد تشهد هنا العلاقة بين هيئات دولية والسودان توترات قد تدخله في عزلة دولية وإقليمية جديدة وذلك بحسب المراقبين وبينما تعقد قمة لإيقاد اليوم في أوغندا لمناقشة الصراع في السودان يغيب عنها الجيش السوداني بعد أن أعلنت الخارجية السودانية تجميد العلاقة مع المنظمة الخلاف بين خارجية السودان وإيقاد يعيد إلى الواجهة التوترات والمشاحنات السابقة بين الخرطوم ومنظمات وهيئات عدة منها الاتحاد الإفريقي والذي دخلت الخرطوم في أزمة دبلوماسية معه في سبتمبر الماضي على خلفية لقاء مسؤوليه مع قيادات في الدعم السريع حينها رأى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أنه في غنى عن الاتحاد الإفريقي كما أن مجلس السيادة دخل أيضا في مواجهات حادة مع البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان وأعلنت الخارجية في يونيو الماضي المبعوث الأممي فولكار بيرتس شخصا غير مرغوب فيه قيادي في الحرية والتغيير قال إن السلطة في السودان معزولة بالفعل إقليميا ودوليا وأن خلافاتهم مع المحاور الإقليمية أثبتت عدم الجدية في إنهاء الحرب ويتهم محللون فلول النظام السابق بالوقوف وراء كل الخلافات بين السودان ومحيطه وأن الخارجية السودانية ظلت تعطي مؤشرات رافضة ومعيقة لأي مسار ينهي الحرب بحسب قولهم وأضافوا أيضا أن الاستقبال الذي حظي به قائد الدعم السريع حمدت في عدد من الدول الإفريقية بمثابة رسالة بأن المجتمع الدولي محبط من تصرفات الخارجية السودانية قال والي الولاية الشمالية بالسودان عبدين عوض الله محمد في تصريحات خاصة مليشي الدعم السريع منذ وقت مبكر على أن الولاية الشمالية هي هدف وهناك تحركات كبيرة مرصودة لهذه الحركة في الكفرة الليبية في الحمرة في أبو زعيمة في غير من مناطق شمال كردفات ومستهدف فيه الولاية الشمالية ربما حجم الاستعدادات والمغاومة الشعبية الآن وخطوط الإمداد بالنسبة لهم هو ذاته أخر التوقيت لكن ما ذات الولاية الشمالية هي مستهدفة من قبل مليشي الدعم السريع وحول التأثيرات الاقتصادية للحرب على الولاية الشمالية قال الوالي عبدين عوض الله إن القطاع الاقتصادي تأثر بشكل مباشر منعكس بشكل سلبي على حياة الناس خاصة مع زيادة عدد سكان الولاية إلى الضعف بسبب وجود نازحين قطاع الاقتصادي تأثر بصورة كبيرة وتأثير الغطاع الاقتصادي أثر على معاش الناس كذلك تعداد سكان الولاية الشمالية كذلك أثر بصورة كبيرة على المخزون المحلي الموجود وربما بعد ذلك زيادات الأزعار بصورة كبيرة أرهقت كاهل المواطن حتى المنتج القادم إلينا كان يصل من الخرطوم من بعض المواقع السنال أصبح يمكن يكاد غير موجود احتمدنا احتماد كله على الوارد من قبل جمهورية مصر العربية ومن برصاب وده كمان بنلقاه محدود يعني وأثر تأثير كبير جدا جدا في زيادة الأزعار أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خلال لقائه المبعوث الأممي رمطان العمامرة في أغندا رغبته في تحقيق السلام والاستقرار داخل السودان كما شدد على سعيه لبناء دولة ذات حكم مدني ديمقراطي وتقوم على أسس عادلة